أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في خدمة دروس مع درس جديد لطلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط بعنوان موارد البيئة الطاقة الكهرومائية طاقة الرياح الطاقة النووية أشكال أخرى للطاقة إعداد وتقديم الأستاذ حسين الردّادي من خلال عنوان هذا الدرس ما الذي تتوقعون أن نتعلمه بمشيئة الله تعالى؟ سنتعلم اليوم تحديد بدائل الوقود الأحفوري توضيح عيوب الطاقة النووية وصف عمل الخلايا الشمسية ما المقصود بالوقود الأحفوري؟ المقصود بالوقود الأحفوري، النفط والفحم الحجري والغاز الطبيعي ويسعى العالم اليوم للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري واستحداث مصادر أخرى للطاقة فمعظم الطاقة الكهربائية المستخدمة اليوم تأتي من محطات توليد الكهرباء والتي تعمل بالوقود الأحفوري ويمكن استخدام مصادر أخرى بديلة للطاقة وهو ما سوف نتحدث عنه في درسنا ماذا نعني بالطاقة الكهربائية؟ نعني بالطاقة الكهربائية استثمار طاقة المياه الساقطة هذه المياه الساقطة تستغل لتشغيل مولدات الكهرباء وبالتالي الحصول على الطاقة الكهربائية الشكل الذي أمامنا يبين لنا كيفية استثمار طاقة المياه الساقطة لتشغيل مولدات الكهرباء فالطاقة الحركية للمياه تعمل على تحريك التروبينات والتروبينات تعمل على تحريك مولدات الكهرباء والتي بدورها تنتج الطاقة الكهربائية إذن هذه عملية استثمار طاقة المياه الساقطة لإنتاج الطاقة الكهربائية إذن هذا أحد مصادر الطاقة البديلة للوقود الأحفوري سؤال تقويم أي مصادر الطاقة التالية يظهر في الصورة الطاقة من البحار والمحيطات الطاقة الحرارية الجوفية الطاقة الكهربائية الجابة الصحيحة رقم رقم ثلاثة الطاقة الكهربائية أيضا من بدائل الوقود الأحفوري طاقة الرياح استغلال طاقة الرياح للحصول على الطاقة الكهربائية فكيف يمكن الحصول على الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح تعمل الرياح على تحريك تروس التوربينات المتصلة بالمولدات لإنتاج الطاقة الكهربائية إذن الطاقة الحركية للرياح يمكن استغلالها لإنتاج الطاقة الكهربائية إذن هذا بديل آخر للوقود الأحفوري ما المقصود بالطاقة النووية؟ الطاقة النووية هي الطاقة المختزنة في أنوية الذرات ويمكن استغلال هذه الطاقة النووية للحصول على الطاقة الكهربائية فعندما تنشطر ملايين أنوية ذرات عنصر اليورانيوم تنتج طاقة تستخدم لتسخين الماء وإنتاج البخار الذي يعمل على تحريك التوربين والذي يدير المولد الكهربائي الشكل الذي أمامنا يبين لنا محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية هذا عبارة عن مفاعل حيث تنشطر أنوية ذرات عنصر اليورانيوم فتنتج الطاقة الحرارية والتي تستخدم لتسخين الماء لإنتاج بخار الماء هذا البخار يمر على التوربين فيعمل على تحريكه التوربين بدوره يعمل على تحريك المولد الكهربائي وبالتالي تنتج الطاقة الكهربائية إذن هذا بديل آخر للوقود الأحفوري وهي الطاقة النووية إلا أن هناك عيوب في استخدام الطاقة النووية ما هي هذه العيوب في استخدام الطاقة النووية؟ من عيوب استخدام الطاقة النووية أن مخلفاتها النشطة إشعاعياً تشكل خطراً على حياة المخلوقات الحية أضف إلى ذلك أن كمية اليورانيوم في القشرة الأرضية غير متجددة سؤال تقويم صف مزايا استخدام الطاقة النووية ومساوئها مزايا الطاقة النووية أنها تنتج كميات كبيرة من الطاقة استخدام الطاقة النووية لا يسبب تلوثاً للهواء كما في الوقود الأحفوري عيوب استخدام الطاقة النووية تنتج فضلات إشعاعية يصعب التخلص منها وبالتالي تشكل خطراً على المخلوقات الحية أيضاً من عيوبها أن عنصر اليورانيوم المستخدم مصدر غير متجدد إذن هذه عيوب ومزايا استخدام الطاقة النووية إذن بعد أن تعرفنا على بعض بدائل الوقود الأحفوري الطاقة الكهرمائية طاقة الرياح الطاقة النووية وكذلك الطاقة الحرارية الجوفية فماذا نعني بالطاقة الحرارية الجوفية؟ الطاقة الحرارية الجوفية هي الطاقة الحرارية الموجودة في القشرة الأرضية ويمكن استغلال هذه الطاقة الحرارية لإنتاج بخار الماء الذي يستفاد منه في توليد الكهرباء حيث يعمل البخار الساخن على تحريك التوربينات والتوربينات بدورها تعمل على تحريك المولد الكهربائي والذي ينتج الطاقة الكهربائية إذن يمكن استغلال الطاقة الحرارية الجوفية للأرض في إنتاج الطاقة الكهربائية بديل آخر من بدائل الوقود الأحفوري الطاقة من البحار والمحيطات فكيف يمكن إنتاج الطاقة الكهربائية من البحار والمحيطات يمكن إنتاج الطاقة الكهربائية من حركة مياه البحار والمحيطات خلال المد والجزر خلال حركة المد والجزر يمكن لهذه الحركة للمياه أن تعمل على إدارة توربينات هذه التوربينات بدورها تعمل على تحريك المولدات والمولدات بتنتج طاقة كهربائية بديل آخر من بدائل الوقود الأحفوري الطاقة الشمسية بديل آخر من بدائل الوقود الأحفوري ما الذي يقوم الفني بتركيبه على سطح المنزل في الصورة؟ إذن هذه الألواح التي نشاهدها هي عبارة عن خلايا شمسية ما هو عمل الخلايا الشمسية؟ إذن هذه عبارة عن خلايا شمسية فما العمل الذي تقوم به؟ إذن الخلايا الشمسية تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية بتحول ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية إذن هذه هي الخلايا الشمسية التي تعمل على تحويل الطاقة الضوئية للشمس إلى طاقة كهربائية وهي أحد أهم مصادر الطاقة البديلة للوقود الأحفوري أيضا هناك طاقة الرياح يمكن الحصول على الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح هذه التوربينات الهوائية تعمل على نقل الطاقة الحركية للمولدات والتي بدورها تنتج الطاقة الكهربائية إذن هذه هي مصادر نظيفة للطاقة لا تلحق أي ضرر بالبيئة بالبيئة سؤال تقويم استنتج أي المكانين أفضل لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية ولماذا؟ منطقة صحراوية منطقة قطبية المنطقة الصحراوية أفضل لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية والسبب في ذلك لأن أشعة الشمس أكثر ثباتاً في المناطق الصحراوية مقارنة بالمناطق القطبية سؤال تقويم ما هي استخدامات الطاقة الشمسية؟ تستخدم الطاقة الشمسية في التدفئة تسخين الماء إنتاج الطاقة الكهربائية تقويم ختامي أقرنا المصطلحات والعبارات بكتابة الرقم المناسب لدينا مجموعة من المصطلحات ومجموعة من العبارات نقرنها ببعضها البعض نبدأ بالعبارة الأولى مصدر للطاقة يمكن استخدامه لتوليد الطاقة الكهربائية بدون مولد أي أننا لا نحتاج إلى مولد كهربائي ما هو هذا المصدر؟ إذن المصطلح المناسب رقم رقم أربعة الطاقة الشمسية في الطاقة الشمسية نحتاج لخلايا شمسية أي خلايا كهروضوئية لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء العبارة الثانية تشكل إشعاعاتها خطرا على حياة المخلوقات الحية المصطلح المناسب لهذه العبارة رقم خمسة الطاقة النووية من عيوب استخدام الطاقة النووية إشعاعاتها الخطرة والتي تشكل خطرا على حياة المخلوقات الحية العبارة الثالثة استثمار طاقة المياه الساقطة لتشغيل مولدات الكهرباء المصطلح المناسب لهذه العبارة المصطلح المناسب رقم رقم اثنين الطاقة الكهرمائية العبارة الرابعة تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية المصطلح المناسب لهذه العبارة رقم واحد الخلايا الشمسية إذن الخلايا الشمسية تحول ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية تعلمنا اليوم بدائل الوقود الأحفوري الطاقة الكهرمائية الطاقة النووية طاقة الرياح الطاقة من البحار والمحيطات الطاقة الحرارية الجوفية الطاقة الشمسية مصادر مختلفة يسعى الإنسان إلى تطويرها كبدائل للوقود الأحفوري نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر